ليه أخبارنا النهاردة تحدي الكرة تلقى اعتذارا من جانب نظيره المنتخب الكويتي عن عدم إقامة المباراة الوداية بين منتخبية مصر والكويت في شهر نوبمبر المقبل على هامش معسكة الفرعنة بالكويت لمواجهة منتخب الجيكا يوم 18 من نفس الشهر تحدي الكويتي يعني اعتذر بحسب معلوماتنا يعني لعدم جاهزات منتخب الكويت فنان قبل مواجهة المنتخب المصري المنتخب الكويتي بيمر بمرحلة من الاحلال وتجديده مش عايز يواجه المنتخب المصري اللي في نظره طبعا واكيد منتخب مصري هو منتخب قوة كبير مش عايز يواجهه في المرحلة اللي بيجدد فيها منتخب وديات عشان كده وليل عطار المدير التنفيذ الاتحاد الكورة موجود حاليا في الكويت بيحاول يقرب وجهات النصر بيحاول يقنع المنتخب الكويتي أو الاتحاد الكويتي بإقامة المباراة اللي طالبها روي فيتوريا عشان تكون مباراة استعداد لمباراة بلجيكا يعني عايز هو يتدرك بالمباراة مباراة سهلة للمنتخب الكويتي وبعد كده مباراة قوية جدا قدام المنتخب البلجيكي وأصد بسهلة أن هي أقل طبعا من مواجهة المنتخب البلجيكي وإن كان طبعا منتخب الكويت دائما وأبدا من المنتخبات قوية جدا في القارة أسيا ومنتخبات العربية الكبيرة ترجمة نانسي قنقر